دوافع التعامل هناك مجموعة من الدوافع التي تحفظ الفرد على الشراء والإجابة على ذلك تقتضي دراسة العديد من العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك فالشعور بالحاجة يخلق دافعاً للإشباع ولكن يبدو أن الدافع الحقيقي الذي يؤثر على السلوك الشرائي المستهلك يختلف وفقاً لاختلاف هذه الدوافع بين الأفراد وحتى لدى الفرد نفسه وهنا يقوم الباحثون بتصنيف الدوافع كما يلي أولاً الدافع الوظيفي وهو يتمثل في دافع الشراء من أجل القيام بعمل وظيفي معين ثانياً الدافع التعبيري وهو يتمثل في دافع الشراء من أجل التعبير عن المودة والمحبة كشراء هدية مثلاً ثالثاً الدافع المركب وهو يتمثل في دافع الشراء المركب والذي يدور حول أكثر من هدف واحد يراد تحقيقه من عملية الشراء